اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على العلاقات الطيبة البحرينية البريطانية ذات البعد التاريخي مشيرا الى اهتمام المملكة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وفتح افاق جديدة على كافة الاصعدة جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الرفاع الفريق توماس بيكت كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الاوسط وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله والذي قدم الى سموه الفريق السير جون لورمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الاوسط الجديد والوفد المرافق منوها سموه باسهامات الفريق بيكت بدعم التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين كما هنأ الفريق السير لورمر بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهما وخلال اللقاء جرى استعراض التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية موضع اهتمام البلدين الصديقين موضع اهتمام البلدين الصديقين موسيقى اشتركوا في القناة